لجنة التخطيط بالنادي الاهلي قررت انها تعمل عقود جديدة بمقابل مادة جيد لبعض اللعبين الشباب اللي تعلقوا في الفترة الاخيرة زي زياد طارق واحمد سيد غريب ورقفة خليل وده شيء جيد عشان تقدر تحفظ اللعبين الشباب وشباب جيدين في النادي الاهلي وفقا لقرار لجنة التخطيط في النادي الاهلي هناك جلسة هيعملها امير توفيق مع حسين الشحات وياسر ابراهيم عشان يجدد عقدهم مع النادي الفترة اللي جاي الشحات عقده بينتهي الموسم الجاي هو ياسر ابراهيم وهيتم التجديد لهم بزيادة سنوية 20% عن قيمة التعاقد الحالي ده بالنسبة لنادي الاهلي